الخبر الأول لي عده أوكي طبب ألبي اخر أربع مخاطع نزلتها لبيطالب المتابعين إنه ما هحج عن هذول الأشخاص ولكن يصدر هو أنو بيسان و أم راحة و اشتروا مصطفى ريدر في المائرة في اللي تصير إنه ياسو و ريدر أنتونيك برايتين ستراكين على ردة فعلي على أغانيه أوكي اللي نزل من فترة طويلة سوال اللي أريد أطرح حالي هو أنا بشنو غلطت عليهم فياسو من بداية القناتي إلا لان بعمري بغلصت عليها ولا سبيتها ولا احكت شي عليها بالضر وبالعكس جدامي ندعمها هيو ريدر ودعم لهم أغانيهم وحط روابطهم عندي بالوصف أنا مدين دعم ونجيهم مشاهدات وبنفس الوقت وعاركهم هي اليوتيوبر جدامي نوقف وياهم ودافع عنهم حتى من اتهكرت قناة ريدر أنا الوحيد من اليوتيوبر اللي وقفت ويا ورح يدعم القناة الجديدة حطتها بالوصف حتى هو ايجا وشكرني على هذا الشي وبنفس الوقت صاريحك على بيسان وامها انه لا تهتمل هذا الاشخاص القاعدين يحكون عليك واستمر كل التوفيق ونفس الشي طبعا كلام يطبق علي ياسوف اسمه هذو الفويز من عدها يعني صراحة أنا على طول بتابع فيديوهاتك وبحب فيديوهاتك وبتشوف انت يعني على طول بتحكي عني فيديوهات وهيك يعني بكون موجود اسمي فيهم وحتى ريدر ما نقلك شي ابدا معلومة معلومة بس هذه اللي اسمعتوه حاليا هو اشياء جديدة يعني مصار لها شهرين يعني محتوى قناتي كانت اكتب بفضيحة وكانت تقولوني انه محتوىك حلو واحنا نتابعك لان ما ارشون اللي صاير فمصطفى الريدر طلع ببث مباشر من حوالي شهر وصار يسيبني وصار يقول انه هذا ما يتشرف العراقيين ولازم نستب قناته ونسدها رغم انه انا بأمر مغلطت على هذا الشخص ودائما وقفوا يا وانا مستحيل اغير كلامي فانا احب الريدر ونزلت الى الان احنا احب الريدر وقلوا انه محتوى حلو واغاني حلوة ولكن متري تفهمني انه حاليا مقلب الاستفزاز او تحدي الضحك هو اللي يشرف العراق فمثل ما قال محمد اجواني انه العراق اكبر مني ومنك واحنا اثناء تم نمثل العراق لمحتوىي ولمحتوىك واساسا العراق اكبر من اليوتيوب ومن السوشال ميديا كلها وقالما تقول انه انا ما اشرف العراق اذ ذكر نفسك انه انت اللي حاولت انتظرني والعراقي بنهايه يمين باع وينشرة والعراقي مغدار ولا ناكر بالمعروف وبنهاي انا مستويت ردد فعلي على اغانيك انا شي تحبي اليك وحبيت ان ادعمك وساعدك على مويد انت تستفاد وبالمقابل ريدر وياسو ضروني بحالي انتوني كوب ريتنستراكين وباقي استراكين تسد القناة طبعا انا ردت عليهم بالبداية ولكن طارق الباشا طلع الرد عليه بفويت بسيط وبستوري والله العظيم ما طلبت من عنده ولكن هو اساسا عنده مشكلة يا مصطفى ريدر لان ريدر اساسا سنباي قبع شو رح تشيكم على الموضوع وانت تناوي افضحة ولكن هو طلب من عند يوقف الموضوع ولكن اتوقع ان ريدر وياسو ضايجي لاني قاعد ما نقل اخبارهم اخر فترة وهذا السبب هي نزلت مشاهداتهم فالما يعرف انه مملكت القصص من اكبر القنوات اللي الساعة القنوات الكبيرة عمدي استمر التفاعل بيها وقوة ما تحتي باسم العراق يا حبيبي تتمنى تتذكر ماضيك تذكرت شو انك اغدرت بي حاليا وشن حاليا نكرت المعروف فاخبارك كانت تنزل بنصف فضايح وما كانت تحت شيء السؤال هو ليش تغيرت حاليا يمكن لانه ما قاعد نقل لك الاخبار مالتك فباخر شهر يا حبيبي الاخبار كلها بعمري ما جبت اسم ياسو ولا ريدر طبعا بعده هو طلع بهذا المقطع وصريحتي بالبداية انهم يتشرف العراقيين ومدرشين وفضايح ورغب اساسا انا ما عندي اي مشكلة وياه وامري اساسا ما غلطت عليه فانا ما عاد ما عارف شن يقول انا بس حبيت صراحة اوضح للمتابعين شكيد انت ناكر المعروف وشكيد انت شخص غدار طبعا بارح طلعت بيث مباشر وقلت لها حركات اتفاها بطلها قول ما يطني كوبرايس سترايك راح نطاني ثاني يوم كوبرايس سترايك اثنين هو وياسو فانا صراحة ما عارف شن هالوصاها اللي صارت بيهم حاليا راح تجيكم على قصطوية طارق الباشر فطارق الباشر راح تفعل الريدر خمسمائة دولار عالمود يسوي لها اغنية ولكن لي صارح حبايب انه هو راح باقي الخمسمائة دولار وما يسوي لها اغنية طارق الباشر وانا نزلت هذا المقطع وافضحت بي الموضوع بعث ايجاني ريدر الاول مرة وقال لي حبيبي لا تنشر على الموضوع ولا تفضحني ورغم اني مجت عارف ريدر ولكن وقفت بي ابن بلدي وافت القصة اساسا ومن قبت انشر عليها وبعدين نجيتها بالخاص واعتذرت من عندي انه ليش نشرت على الموضوع برغم ان اساسا مش غلطان وحتى بالعادة اساسا لمن انشر مقاطع عنه اطلب من عندي انه عادي احط هذا المقطع عادي استخدم البرومو بالنهاية يا حبايب مرد بغير الله يسامحهم انا سويت باصلي وتربيتي ولكن انت ما بين بيك ما غزر بيك انت راح يعاقت ورا الفلوس تلحقت ورا المشاهدات ورا بيسان وانس ولهذا السببع حبايب حتى بهذا المقطع انا ما راح ارد انا بس حبيت انه اكشف حقيقات هذول الاشخاص راح اقول الله يسامحهم وراح اتمان من الله ومن المتابعين انه انتو تردون عليهم بنفسكم وبس والله اكتبونا بالكومنتات يا حبايب شو راكم هذا الخبر وهلا انا غلطان بشي ليش هم ما يسووا هذا الشي اكتبونا رأيكم بالكومنتات وبس والله نصلنا على المقطع تمام المقطع جابكم لاستحطونا اكتراكو بالقناة جاناكم فيزي مخاطر مهمة للخصص وبس عالسلامة